نتابع الآن هذه الصور من على الحدود الأوكرانية البولندية ضمن السنيرهات التي تتحدث عنها الآن هناك هذه اللقطات للاجئين أوكرانيين يتدفقون على بولندا وتابعنا الأوضاع في الفيف مع مراسلنا بهاء ملحم صباح هذا اليوم وفي متابعة أيضا لانتشار كان لقوات الجيش الأوكراني في مشهد لم يكن الأوكرانيون معتادون عليه الآن نلاحظ في هذه الصور المباشرة من بولندا لقطات للاجئين أوكرانيين يتدفقون على بولندا وهذا ما حذرت منه الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ووصول عدد النازحين داخل أوكرانيا إلى أكثر من مئة ألف لاجئ أوكراني في صورة تعكس ربما اجتداد الأوضاع الميدانية وقسوتها في منطقة الفيف وأيضا عموم أوكرانيا والعاصمة كيف على وجه التحديد أعود لك سيد أبو نجم مجددا تفضل أكمل السيناريو الثالث نعم السيناريو الثالث يعني هو أن تعمد روسيا إلى إقامة حكومة موالية لها في حال خروج الحكومة الحالية من كيف يعني لو رأينا الوضع العسكري يعني هذا الهجوم الذي يأتي من الجنوب من شب الجزيرة القرم ومن الشارك من الجمهوريتين الانفصليتين ومن الشمال من الحدود البيلاروسية هذا يعني أن هناك رغبة في الإطباق على كيف وبسرعة شديدة يعني لا مصلحة لروسيا اليوم في أن تطول هذه الحرب ومقاله الوزير الخارجية لفروف أننا مستعدون للمفاوضات ولكن شرط أن تلقي القوات الأوكرانية المسلحة السلاح هذا يعني أن الخطط الروسية أصبحت جاهزة إلى حد بعيد